اشتركوا في القناة وما بدنا نطول خلينا ندخل اليوم عندنا لمحة أسبوعية اللي هي زي توقعات أسبوعية ولكن مبسطة مش مثل التوقعات اليومية الأغلب تعود على الأسلوب اللي أنا بقدم فيه هاي اللمحة هي بتعطيك مختصر للأسبوع كيف رح يكون على جميع الأبراج اليوم توقعاتنا ليوم السبت 9 يوليو تموز واللمحة الأسبوعية طبعا القمر موجود الآن في برج العقرب واستقر في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لحتى تمام ساعة 6 و 14 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط بما أن القمر موجود في برج العقرب معناته التأثير على جميع الأبراج خلال هذا اليوم أنه هذا اليوم منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء تأمين أو عمل تأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين لأمر ما أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زاويتين زاوية مستمرة تأثيراتها اللي هي حكينا من 7-7 لغاية 14-7 وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس طبعا ذروتها يوم 10-7 هذه الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية الأخرى وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري واللي ذروتها اليوم الساعة 6-13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا حكينا أنه هاي زاوية هي من يوم أمس بدأت أثيراتها ومستمرة ليوم الغد لأنه عطارد بحركة سريعة جدا ممكن يعني هي منفصلة ثلاث أيام بثلاث أيام يعني مدتها أسبوع ولكن الذروة تاعتها ثلاث أيام فقط هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي وبتزيد ميلنا للأخطاء في الحكم أو الحكم على الأشخاص إفشاء الأسرار اللي ممكن تعرضنا لمشاكل مع العدالة أهم شيء أنه بالفترة هاي تبجنب توقيع الوثائق المهمة ما تقوم بأي استثمار أو مضاربات مالية لأنه ممكن تنتهي بدعاوى قضائية بتدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وقد يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافة للمقاضاة أمام العدالة وبرضو بيقوم جدل حول بعض القضايا الدينية والعقدية أو العقائدية طيب الآن بما أنه عطارد فإلو علاقة بالاتصالات بالمواصلات وإلو علاقة بالزلازل وإلو علاقة ببعض الأجهزة الإلكترونية فهي تكونوا منتبهين زحمة وأزمات في الطرقات وأعطاها المفاجئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي الزاوية بما أنه الساعة 11 وتسعة دقائق صباحا يعني هي ما قبل الظهر في بعض الدول بتكون ساعات الظهر بتوقيت جرينيج فعشان هيك هاي تأثيرات الزاوية بتبدأ من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء يمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون الساعة 12 و33 دقيقة ظهرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وهاي تأثيراتها برضو من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا ذروتها الساعة 11 و4 دقائق مساء من مساء يوم السبت يعني تأثيراتها تستمر من ساعات المغرب ولغاية صباح يوم الأحد من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتة عظم العانى والجينات طبعاً هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية ما لازم نعمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء في خلال وجود القمر في برج العقرب أما باقي أعضاء الجسم فيجوز جراء عمليات الجراحية إلها وما في أي مشاكل اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح لقص الشعر العلاجي أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد عشر سبعة في تمام الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر عشر أيام في تمام الساعة وحده واحد وعشرين دقيقة بعد ظهر اليوم بيصبح احد عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعاً سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الميزان والقمر في العقرب عفواً ورح يمكث في العقرب لغاية يوم عشر سبعة هو الآن منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الظهر بترجع نحوسته لخمسة عشر في المية وبتكمل لساعات المساء بالنسبة لعطارد في السرطان حتى يوم تسعتاش سبعة سعيد بنسبة عشر في المية الآن ولكن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت يتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية ولمحتنا الأسبوعية برج الحمل طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت الثامن لإلكم فهاي الأيام بتحمل فرصة لمكسب مالي مصدره شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف أهم شيء أنك تدير بالك على أموالك وبهاي الفترة لا تغامر بالمكاسب المالية ولا المغامرات المالية ولا تقرض حد فلوس من صباح يوم الأحد ويوم الأثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر موجود في القوس يعني البيت التاسع لإلك هذا البيت اللي بساعدك على السفر على الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية المقابلات المناقشات الأمور العاطفية وتعزيز العلاقة العاطفية مع الأحبة يعني فترة ممتازة جدا بالنسبة لإلكم لازم تستغلوها على كافة الأمور اللي ذكرناها أما من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير في الجدي اللي هو البيت العاشر لإلكم بيت السمعة هنا التركيز بصير على العمل ممكن يتحصل على عمل جديد أو يصلح هذه الأيام لتقديم طلبات العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين في منكم ممكن أن يحصل على تكريم أو مديح أو ترى لإنجازه بعض الأعمال المهمة والضرورية واللي بيتخلف عن عمله أو بيتغيب وبيدخل بمشاكل مع رؤساءه بالعمل فممكن أن يسيء لسمعته فعشان هيك في هاي الأيام ما في داعي للمغامرة ولا للمجازفة ولا لمخالفة القوانين من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو اللي هو بيتك 11 فعشان هيك الأجواء بتصير ممتازة لا أمور إلها علاقة بالمناسبات أو الاحتفالات أو اللقاءات مناسبة ممكن يتم توجيه دعو لإلك لحضور حفل أو مناسبة أو أنت يكون عندك مناسبة سعيدة فهاي تعتبر من أجمل الأيام الاجتماعية اللي من خلالها ممكن تعزز علاقاتك بأصدقائك أو بمحيطك أو تحصل بعض المكاسب من هاي المناسبات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب يعني مقابلكم تماما فعشان هيك بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم أهمش أنك تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرضوا لقاءاتكم للفشل بتحمل هاي الفترة توتر لأنها تعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطا عشان هيك بدك تحاذر من الخصام والمشاكل ما تعادي أحد ما تدخل بأي جدالات أو نقاشات تتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك بهاي الفترة بكون قوي وطباعك ما بتكون هادئة من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير بالقوس اللي هو البيت الثامن لإلك يعني بتحرك درجة عن مقابلك فهنا التركيز بيصير على الأمور المشتركة أو الأموال المشتركة وعلاقتك بالشركاء الشركاء المال تحديدا فترة ممتازة لمكاسب مالية أو استرداد بعض الأموال أو تحصيل على مكاسب معينة الأجواء إيجابية جدا ممكن يصير حلول لبعض الديون أو ترتيب وضع مالي معين الأهم أنك ما تتخذ قرارات مالية من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس تعتبر من أجمل الأيام لأن القمر رح يصير في الجدي اللي هو البيت التاسع لإلك فهي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو العلاقة مع الأجانب أو علاقة مع أشخاص خارج البلاد أو أشخاص قادمين من الخارج لعندك اللي عندهم امتحانات أو مقابلات أو إشي له علاقة بالجامعات فهي فترة ممتازة جدا برضو هاي الفترة للمراسلات وللطرح فكرة معينة أو موضوع ولا عمليات الإقناع برضو ممتازة أما بالنسبة من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير في برج الدلو اللي هو البيت الحاشر لإلكم فهون التركيز بصير على سمعتكم على مصالحكم بالعمل علاقاتكم بالمسؤولين علاقاتكم بالطبقات اللي فوق اللي هم الناس اللي بكونوا أصحاب مناصب عشان هيك بدك تستغل هاي الفترة لتدعيم سمعتك والدفاع عن السمعة وبرضو لا أمور إلها علاقة بالعمل فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بتعزيز علاقاتهم مع المسؤولين برج الجوزة اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت السادس لإلكم يعني فترة بداية مراحل المقابلة فعشان هيك اليوم هذا البيت السادس ببيت الصحة وبيت العمل بدك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم نظموا جدول غذاءكم خدوا قصط كافي من الراحة من وقت لآخر ممكن ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال بشكل إيجابي من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير مقابلك تماما في القوس اللي هو البيت السابع بيت الشراكة المالية وشراكة العاطفية فبإمكانك تعزيز العلاقات أو بإمكانكم تعزيز العلاقات ما بينكم بين شركاكم بالعاطفة بينكم بين الأزواج مصالحة تراجع عن قرار اتفاق على عمل مشترك الفترة هاي ممتازة هذا الأمر ولكنها ضغطة أنه بتلاقي طاقتك ضعيفة جدا سهل جدا يستفزازك فبدك تبعد عن المشاكل وقدر الإمكان ما تدخل بأي مواجهات وحاول إنك تسيطر على انفعالاتك من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير في الجدي لهو البيت الثامن وان التركيز بصير على الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عن طريق قرض تسوية أموال لإلك بتستردها بتحل بعض الديون أو بعض الالتزامات ممكن تهتم بأموال الشريك شريك المال اللي هو الزوج أو أي شريك معك في أموالك من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السب القمر بصير في أقوى البيوت اللي هو برج الدلو البيت التاسع لإلك فهنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة تعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية أوراق قانونية أو محاملات سفر العلاقة مع الأحبة التواصل الجيد بالعلاقات الغرامية كل الأمور ممتازة حتى اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير أو حتى اللي بيقنعوا بيشتغلوا في مجال التسويق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت الخامس لإلكم فعشان هيك بتجتازوا بفترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا في فرص مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفة جانبا ما تتهرب من المواجهة إلى أجواء مناسبة للتلاقي للتعارف للحب للغرام لممارسة هواي ما وتعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا أما من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء هنا القمر بدأ بمراحل المقابلة فها رح يكون القمر موجود في هاي الأيام في برج القوس اللي هو البيت السادس لإلك بيت العمل وبيت الصحة وهنا إنشغلاتك بتصير على عمل وممكن يتراكم العمل عندك أو تشعر بأنه مش يادر تنجز كل أعمالك عشان هيك بدك تنظم وقتك تنظم أعمالك تحاول إنك تنجز الأولى في الأولى وفي المقابل بدك تحافظ على صحتك وإن شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع طبيبك من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير بالجدي مقابلك تماما فهنا جيد لتعزيز الشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم بالأزواج أو الاتفاق على مسألة ما أو حل مسألة ما ولكن هذا البيت السابع اللي شوي طاقتك بتكون نازل فيه سهل جدا استفزازك فبدك تبعد عن المشاكل عن النقاش عن الحوار عن الخصام لأنه عدوك بالفترة هاي بكون أقوى منك وهنا بكون يعني مقابلك تماما هو القمر والشمس فالضغط رح يكون عليك كبير من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو اللي هو البيت الثامن هنا الأجواء بتتحسن لأنه انتقل درجة فهنا بيعزز الأمور المالية المشتركة في منك رح يحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من قرض من سداد بعض الديون إه إله أموال بحصلها أمور إلها علاقة ببنك ضريبة تامين ممكن ينشغل بهاي الأمور وحتى أمور الميراث أو موضوع قديم بظهر على الساحة أمور مالية ومرضو بعض كور رح ينشغل في أموال الزوج أو الزوجة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت الرابع لإلكم فعشان هيك بتنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم يميلوا التواصل أو التلاقي مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ممكن يكون في مناسبة أو اجتماع عائلي أهم شيء أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وممكن شوية تكون قلق أو تتدمر لأقل إشارة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للإنفعلات حاول أنك تعزز علاقاتك العائلية بشكل جيد أما من صباح يوم الأحد ويوم الأثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في البيت الخامس فهنا الاهتمام رح يكون طبعا بما أنه بالقوس بالبيت الخامس معناته هذا بيت قوي جدا لا إلك الاهتمام رح يصير بالعاطفة بالأحبة بالجماليات بتعزيز العلاقة مع الأحبة ممارسة هواية معينة الأجواء ممتازة وبيدعمك الحظ فيها بشكل كبير وممكن تحصل على مكاسب ممتازة جدا إذا استغلت الحضوض اللي موجودة في هاي الأيام من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس هنا القمر بنتقل للجدي اللي هو البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بتجدوا العمل بدأ يتراكم أطلوب منكم كثير من الأشياء تنجزوها بخلال هاي الأيام حاولوا أنكم تفرغوا حالكم بشكل جيد أو حتى أنك تنظم وقتك بشكل جيد ممكن يصير فيه خلق صحي أو انشغال بأمر صحي بتعلق فيك أو بأحد الأحبة مراجعات طبية فحوصات أمور إلها علاقة بشعورك بالإرهاق أو التعب لأنه برضو الشمس موجود في بيت المتاعب فهنا يعني بكون هاي فترة ضاغطة على العمل وعلى الصحة بشكل كبير من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت طبعا هنا الضغط بيزيد شوي لأنه القمر رح يصير في الدلو مقابلك تماما فهنا بمنحك إيجابية لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة اللو الأزواج أو شركاءك بالعمل ممكن تتخذ قرار معين يكون في مناسبة معينة أو يعني تنسجمه لاتخاذ قرارات تكون لصالح الطرفين ولكن بالمقابل طاقتك بتكون ضعيفة سهل استفزازك فعشان هيك لا تنفعل لا تتوتر لا تدخل بأي صدامات أو خلافات وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي برج العذرة بالنسبة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم السبت وحتى صباح الغد الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت الثالث لإلكم عشان هيك بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة بالسفر بالاتصالات بين المدن أو اللي هي السفريات القصيرة فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولا تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران ممكن اليوم تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة حاور أنك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتميز بسرعة الخاطر وسرعة البديهة والقدرة على إيجاد الحلول من صباح يوم الأحد ويوم الأثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالقوس اللي هو البيت الرابع للكم فهنا التركيز بصير حل البيت وحل العائلة رح تنهمك بمسائل عائلية ممكن مناسبة تصليحات ترميمات اجتماع عائلي لقاءات ولكن بدك تضبط أعصابك الفترة هاي جيدة للي ببحث عن سكن أو سكن جديد أو أمور لها علاقة بالبيت والعائلة الأهم من هيك أنك حاول أنك تكون مخلص لعائلتك بدون أي مشاحنات من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدل بيت الخامس للكم فهون الطاقة بتصير ممتازة جدا لأمور العلاقة بالحب والعاطفة والغراميات وما الترفيه وممارسة هواية التجميل برضو ممتاز وعلاقتكم بالأبناء برضو بتكون ممتازة جدا فترة غنية بالمكاسب والحضوض بتكون تستثمروها أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو البيت السادس للكم فهون التركيز بصير كله على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا أعمالكم ما تتغيبوا عن الأعمال ما تتأخروا عنها حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لغيرها يعني ما تحاول تنجز أعمالين مع بعض ممكن تجد أنه العمل بدأ يتراكم عندك وما تقدر تنجزه بالكامل وبالمقابل ما تدخل بأي خلافات أو نقاشات أو حوارات حد ما بينك وبين زملائك بالعمل برضو هذا بيت الصحة بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر على الساحة أو بعض الاهتمامات الصحية ممكن تكون مراجعة طبيب أو أدوية أو علاجات بهاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب اللي هو البيت الثاني لإلكم فبينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم بتصير الفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك أهمش أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة في هاي الأيام برضو ممكن تحل بعض المسائل المالية اللي كانت معنيش السبه صعبة من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير بالقوس اللي هو البيت الثالث فهي تعتبر من أنشط الأيام بالنسبة لإلك ما بين اتصالات وحوارات ونقاشات وما بين حتى الإقناع أو الترويج لسلعة أو لفكرة معينة عندك قدرة على الإقناع عالية جدا تنقلاتك حفيثة اتصالاتك ممتازة في منك رح يهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو الأجهزة الإلكترونية اللي عنده امتحان الفترة هاي برضو امتحاناتكم بتكون ممتازة من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الجدي البيت الرابع لإلكم هاي الأيام بتهتموا في الأمور اللي إلها علاقة بالبيت بالعائلة بمناسبة بحفلة بأمور إلها علاقة بالترفيه أو حتى باجتماع عائلي ممكن تنشغل بحل مشكلة معينة أو تصليحات ترميمات ترحيل استئجار بيت بيعقار كلها هاي الفترة بتتعلق في هاي الأمور من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر هنا رح يدخل للدلو اللي هو البيت الخامس لإلكم بيت الحظ والعاطفة والفنون والتجميل والأبناء فهاي الفترة ممتازة جدا ممكن أنك تهتم بهواية بحب أو تعزيز علاقتكم بالأحبة أو الأبناء لازم هاي الفترة تستثمروها بشكل جيد لأنها يعتبر هذا الأسبوع من الأسبوع الممتاز جدا لإلكم اللي من خلالها رح تحصلوا مكاسب يعني تكون مميزة جدا فلازم هذا الأسبوع تنشطوا بكل الاتجاهات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود عندكم بالبيت الأول فعشان هيك أنتوا عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلب في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى أو تلت يعني بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل تعتبر من أفضل أيام الشهر من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء هنا القمر بصير موجود بالقوس اللي هو البيت الثاني لإلكم فالتركيز بصير على الأمور المالية الأمور اللي بتيجي بمكاسب المكاسب هاي بتيجي بمال مسترد هباد دعم ممكن أنك تهتم بهدية معينة مثلا تجيك بالفترة هاي الأجواء جيدة وممتازة ولكن بدك تنتبه من التبذير وصرف الفلوس بطريقة يعني نوع من أنواع اللي بتهرب من الواقع بتفشش يعني بفيش غلو بفيش غلو بالمصاريف فبدكوا تنتبهوا من المصاريف لزيادة بهذه الفترة من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير بالجدي البيت الثالث لإلكم فهنا بتتركز الأمور على الأمور المالية على أمور السفر والاتصالات ترويج لسلعة معينة التسويق يعني برضو بتتركز على أمور السيارات والتليفونات فترة ممتازة جدا حتى للي عنده امتحانة أو عنده مقابلة بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أو بالإشي اللي موجود بين يديك هذه فترة ممتازة جدا ما رح تهدأ وتيرتك فيها نهائيا فبدك تكون مستعد لأنشط الأيام وأكثرها حركة بالنسبة لإلك من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير بالدلو البيت الرابع لإلكم فهنا الاهتمام بصير على أمور إلا علاقة بالبيت والعائلة اللقاء لاجتماع أو حوار نقاش هالمسألة معينة بيكون في عندك حدث معين إلى علاقة بالبيت ممكن تصليحات أو ترميمات أو مشتريات أثاث أو حتى يعني مناسبة عائلية فالاهتمام كله رح يصير فيها دول الأيام لو من صباح يوم الخميس لصباح يوم السبت بتتعلق في هاي الأمور فبدك تكون مستعد ما تتخلف وما تتبعد عن العلاقات العائلية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد هي الأيام اللي مش لصالحك لأن القمر لسه موجود في بيت المتاعب في العقرب اللي هو بيتك 12 فعشان هيك بتظلها هاي فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر ولكن بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل ضروري بتحاولوا انك تخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرة والرهان على الحد ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش أنكم متجزفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحظوظ تماما من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بصير موجود عندكم فهنا بتنتعشوا بطاقة عالية جدا نشاط عالية جدا بتعوضوا كل اللي صار معكم في الأيام الماضية يعني طاقة كبيرة بتساعدكم على الحركة واستعادة مكانتكم قدرة على الإقناع تعزيز العلاقة العاطفية وحتى بتكونوا ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر أيام مميزة ويوم حافل بالأشياء الإيجابية فترة حافلة بالأشياء الإيجابية أما من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس هنا القمر بصير بالجدي البيت الثاني لألكم فالتركيز بصير على الأمور المالية بعضكم رح يحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم هدايا يعني الأمور المالية بصير ممتازة جدا ولكن بتظهر رغبتكم في صرف الفلوس أو التفذير بتكون تنتبهوا بشكل جيد ما في داعي للمغامرات أو المجازفات المالية في هاي الأيام حاول تستثمرها لحل أمور الحلاقة بالديون أو سداد الديون أو استرداد أموال لا إلكم من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير في الدلو وتعتبر هاي الفترة أكثر الأيام نشاطا وحركة وحيوية وطاقة عالية جدا لأن القمر هنا بالبيت الثالث اللي بيمنحك طاقة كبيرة على الاتصالات مواصلات الترقلات نقاش حوار امتحانات حتى التواصل مع الأحبة فترة ممتازة جدا في منك رح يهتم بمور الأعلاقة بالسيارات أو حتى بالأجهزة الأجهزة الاتصالات أو العلاقة ما بينه بين الإخوة والجيران هاي الفترة ممتازة جدا ودعمل إلك بكثير من الأمور الإيجابية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود في العقرب اللي هو بيتك 11 فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا إلا إلهم ولا صحبتهم بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية حاول إنك تغتنس الفرص لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين حاول إنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة فترة ممتازة وإيجابية اجتماعيا وحاول تنجز فيها لكل الأعمال الضرورية قبل ما نصل لصباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء لأنه هاي الأيام تعتبر من أكثر الأيام إرهاقا وتعب بالنسبة لإلكم لأنه القمر رح يصير موجود بالقوس بيتكو 12 بيت المتاعب هنا بتكو تنتبهوا لا تتخذوا قرارات حاول تلتزم الهدوء حاول إنك تكون مهيئ لأنه كل الأشياء اللي ممكن توعد فيها يخلف فيها وما يتم الوفاء فيها فهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإحباط لا تخلي الإحباط يسيطر عليك اعمل أعمالك بشكل روتيني وحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة أجل المواضيع هاي لا صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس لأن القمر سيصير موجود عندكم وهذا الإشي سيعطيكم طاقة عالية جدا تعوضوا فيها الأيام الماضية قدرة على الحركة والنقاش والحوار وإيصال المعلومة واسترداد الحقوق حتى طاقتكم ممتازة جدا وسهل جدا أن الفترة هاي يعني بعض موليد الجدي يبدأوا بعلاقة عاطفية أو إشي يرجعونه من جديد من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت هنا القمر بصير موجود في الدلو اللي هو البيت الثاني لألكم فالاهتمام بصير على الأمور المالية الأمور المالية اللي ممكن تحصلها من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا أموال اللي إلك بتحصلها أو ممكن أنك تحل بعض المسائل المالية أو ترتب وضع فواتير ودفعات معينة الأهم تبتعد عن اتخاذ أي قرارات بتتعلق حاسمة ومفصلية بالأمور المالية قبل ما تراجعها أو تستشير أهل الإختصاص فيها وحاول برضو أنك تبعد عن التبذير وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود في البيت العاشر في العقرب هذه فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونير رضى المسؤولين بتكوا تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة بتمتحنك فلا تضعف لا تستسلم لا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك اتمسك بالمسؤوليات حاول أنك ما تشوه سمعتك في هاي الفترة من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء القمر بيصير موجود بالقوس اللي هو بيتكم 11 فالتركيز بيصير على علاقاتكم الاجتماعية منكم أشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو يسعد من لقاء الأصدقاء إلا أهم أنك تنشط اجتماعيا لأنه من خلال علاقاتك الاجتماعية ممكن تحصل مكاسب ما كنت تتوقعها فعشان هيك ممكن تستغل علاقاتك ومعارفك لإنجاز بعض الأمور الهمة من صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس تعتبر هاي الأيام من أصعب أيام الأسبوع لأن القمر رح يصير بالجدي اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب فهنا بتتعطل بعض الأمور ممكن تكون موعود بشيء ويؤجل أو يعطل حتى الأمور بالبريد ممكن تتأخر الأمور اللي لها علاقة بالمستشفيات والسجون بتظهر على الساحة يعني كلها فيها نوع من أنواع التأخير والأمور بتصير صعبة فعشان هيك في هاي الأيام لا تتخذ قرار حاسم ما تحسم أمر نهائيا حاول أنك تأجل كل المواضيع هاي اجمل بشكل روتيني فقط وأجل المواضيع المهمة والضرورية للأيام اللي بعدها من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود عندكم بيتكم الأول فهذا الشيء بعطيكم طاقة تعوضوا فيها الأيام الماضية بتقدر هنا تعمل أي شيء بتقدر تتخذ قرار تنشط تهتم بنفسك حتى بتكون مرغوب من الجنس الآخر بشكل أكبر يعني تعزز علاقاتكم العاطفية ممتازة حيوية وطاقة عالية جدا ممكن من خلالها تعوضوا كل الأشياء اللي راحت عليكم بالأيام الماضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم السبت وحتى صباح يوم الأحد القمر موجود بالعقرب له البيت التاسع لأيكم فهو أنا ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو تشعروا بقوة العاطف مع الأحبة فترة مناسبة لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة فهي فترة ممكن تتلقى فيها إشارة أو خبر صار تعتبر من أجمل أيام الشهر وأيام الأسبوع لأن الأيام اللي بعديها شوي فيها بعض التقلبات فخلال هذول اليومين اليوم وبكرة صباح الغد بتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة من صباح يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء هنا القمر بصير موجود بالقبوس اللي هو بيتك العاشر هنا جيدة للي بده ببحث عن عمل أو تقديم طلبات عمل تعزيز العلاقة مع المسؤولين عندك مسألة معقدة بدك واسطة كبيرة تحركها فهذا يوم مناسب لهاي الأمور طبعا يعتبر هذا بيت السمعة برضو عشان هيك في هذا اليوم ما بيجوز أنك تشوي سمعتك ابعد عن أي شيء ممكن يعرضك لمخالفة القوانين أو المجازفات لأنه تشويه السمعة بدك تبعد عنه تماما لا خلاف لا نقاش لا حوار وحتى ما تخلفه زي ما حكينا كل الأمور اللي ممكن تجيب لك وجع راس إذا كنت بحاجة في هدول اليومين لواسطة كبيرة فممكن تستغلها من صباح يوم الثلاثة ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس وانا القمر بصير موجود بالجدي اللي هو بيتكم 11 بيت المناسبات والعلاقات الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء أو تكون حتى المناسبة عندك يعني ممكن تتفاجأ باتصال أحدهم فيك حاول في هاي الأيام ما تفرض سلطتك على أصدقائك ابعد عن المشاكل ابعد عن الضغط ابعد عن العدوانية وفرض السلطة على الأصدقاء والمعارف ممكن تحصل مكاسب من معارفك من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت هنا القمر بصير موجود بالدلو بيت متاعبكم اللي هو البيت 12 وأنا بدك تنتبه بشكل جيد هاي فترة مخيبة للأمال ومحبطة تجد أن طاقتك فقدت صحتك شوي صارت فيها نوع من أنواع التقلب كثير من الأمور ممكن تتعطل ممكن تكون حاجز طيارة فجأة تلاقي تأخر الوقت أو راح عليك الحجز أو التغى بدون أي سبب اللي بوعدك بشيء ممكن ما يوفي فيه وهاي فترة لا يجوز اتخاذ قرارات حاسمة فيها نهائيا حاول أنك تمشيها بشكل روتيني لحديث ما أنك توصل لما بعد صباح يوم السبت يعني من صباح يوم السبت القمر بصير موجود عندك وهنا بترجع طاقتك من جديد وبتجد أن الأمور بلشت تتغير في نهار يوم السبت بتقدر من خلالها أنك تعمل أشياء كثيرة هيك منكون انتهينا من لمحتنا الأسبوعية وتوقعتنا اليومية وبتمنى أنه كل شيء إيجابي حكيته يصير لا أشياء سلبية ما تصير وفي النهاية يقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رحاية الله وحفظه إلى اللقاء